من المتوقع يتفقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب ولاية نورث كارولاينا التي تعرضت للقسم الاكبر من السيول المميتة المصاحبة للعاصفة فلورانس وما زال هناك اكثر من 15 الف شخص في الملاجئ واكثر من 200 الف شخص دون كهرباء في شتى انحاء الولاية بعد مرور ستة ايام على وصول فلورانس الى البر بقوة اعصار من الدرجة الاولى